كشفت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تفاصيل منتدى الصناع في الإمارات الذي تنطلق دورته الثالثة في مركز أبو ظبيل الطاقة يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من مايو الجاري تحت شعار استثمار ابتكار نمو ويشهد المنتدى الإعلان عن فرص مشتريات وفرص استثمارية جديدة بمليارات الدراهم كما سيتم الإعلان عن عدة مبادرات جديدة وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز الممكنات والحوافز ودعم التحول التكنولوجي والابتكار وتنافسية المنتجات الإماراتية إضافة إلى الإعلان عن الفائزين في جوائز الصناع في الإمارات وسيتمكن الحضور من زيارة المعرض المصاحب للمنتدى والذي يعرض أبرز الفرص الصناعية والمنتجات المصنعة محليا بمشاركة 44 شركة صناعية كبرى